هو مش بس يعني بيمثل نفسه قد ما هو بيمثل جيل من الأجيال الذهبية للنادي الأهلي يمكن الأجيال الأقدم نسبيا من مشجعي ومن محبي النادي الأهلي عارفين كويس جدا الاسم ده قمته وصل الفين وحجم ثقله وحجم تاريخه المضيق مع النادي الأهلي كواحد من أبرز لعبيه كابتن ماهر همام اللي بنوّر لنا الدنيا صباح الفل على خضرنا صباح يا لك كريم أهلا بيك وأهلا من هواني طبعا أنا سعيد جدا أنا ممتع معكم ويمكن قبل هاو كنت بتكلم على الفيديو الجميل اللي وراكم ده وأنا داخل قاعد بدور عليه إنزاد جمالا بيقول حضرتك معنا طبعا خير كابتن ماهر وبس عندي كده كم حاجة قبل ما نخش في التفاصيل أنا عايزة نبدأ بالنادي الأهلي يعني عايزة أقول لحضرتكو قبل ما نبدأ وإحنا بنجهز كابتن ماهر كان بيتكلم أن الأهلي كان بيقول لنا كده أنا وكريم الأهلي دي جنة في الأرض يعني يوم مصطلح كبير ده بيدل كمان على حاجات كتيرة خليني أبدأ محضرتك بالنادي الأهلي يعني مبدئيا كده يعني أنا قلت الجنة في الأرض لإن كمان حتى النيل بمثلنا يعني حياة المصريين والمكان والموقع اللي موجود فيه النادي الأهلي في الجزيرة بيعتبر جنة جنة في الأرض وإمكان أنا أقول الجنة في الأرض لإن أنا ابن من ابناء النادي الأهلي جيت النادي الأهلي عندي 12 سنة فعشت 40 سنة في الجنة دي وبعدين حسيت بقيمتها بعد ما خرجت أنا شغال في رئيس قطاع الناشئين في النادي الانتاج للحربي طبعا يعني مؤسسة كبيرة مؤسسة عسكرية لكن واضح قوي أن النادي الأهلي لما بتخرج منه يا كريمة يا نهانت بتحس بكمته وفي نفس الوقت لما بترجع له يعني عارف أنت بدي لك نوع من الحماس نوع من نشاط يعني الساعات بحق جسمه بأشعر هو داخل النادي الأهلي خصوصا بالجزيرة لأنه ده بيعتبر البيت الكبير اللي احنا تربنا فيه اشتركوا في القناة